كابتن شريف المحترم جدا منور بيتك ومنور الشاشة وسعيد جدا بوجودك أشكرك جدا ماذا بينك عشان تلف وترجع للأهلي بعد ما كنت في طريقك الزمالك والناس كلها قالت خلاص شريف في الزمالك وإيه سبب تغيير رأيك السريع ده قصة طويلة أوي دي حبي للمكان ومكالمة الكابتن خطيب ليا طبعا غيرت كل شيء وبعدين أنا كنت واقع قرار من بدري وممكن أخيها تحبس 9 ساعات في الزمالك وإنت عارفت إنسلام تعرض علي مبالغ أضعاف ما كنت أخد لأن أنا خلاص كنت أهمشي فأنت عشان ترجعنا هتعمل ايه المنطق بيقول ايه هديك فلوسك لازم على العرض إنت ما كانش يتموحك بقى في الفلوس ساعات خالص يا إنسلام الحمد لله يعني أنا عمري ما اندمت لحظة على القرار دوت ما احترمنا لأي حد يعني عمري ما اندمت لحظة على القرار دوت تعرض علينا فلوس كتير جدا في وقت كانت الفلوس كمان لها قمتها كبيرة يعني يعني كانت قمتها كبيرة وبتتكلم هديك سنتين كاش هتاخد سنتين بتقع الكاش خلاص بس ارجع وتعالى دلوقتي يا يا وكان فيه ماتش ودي كانت مكالمات يعني من بعض المسؤولين في نادي الزمالك بيقولوك هذا الكلام يا كابتن خلاص أنا فيش أنا روحت مفروض أن أنا هطلع لو رجعت كان فيه حوالي عشرين ألف في استاد كان بيلعب ماتش ودي ومفروض أن أنا كنت احتفل معهم في اليوم ده مع الزمالك مع الزمالك إن أنا موجود كان فيه ماتش ودي مع نادي الترسانة وكان فيه موجود حوالي عشرين ألف متفارج وزاعتها حتى جابوا حد غير يلف حواليه انتراك إن أنا هو دوت وقصة حصلت كده كده؟ اه والله زي يعني اقول لي كده جاب واحد شابهك يعني؟ لا جاب واحد مكاني وقال له ده شريف وقال يلف في التراك بيه وبتاعه وهي الناس ما تعرفش الشريف يعني؟ لا ما هو في الماتش بقى في وسط الملعب حدش ياخد باله بقى ببسينه فالينا وقال والوقت ده بس قولين منازل زمالك كلموك بس قولين فعلا منازل زمالك كلموني وطواصل معك كتير جداً بس أنا أنا خلاص أنا عباقت قراري وعارف أنا راح فيه بالضبط يعني ايه اللي حصل بقى في الوقت ده؟ فيش ممكن الكاتل الخطيب طبعاً بعد المكالمة ديتم مهانس عادل القيعي اللي يدور كبير جداً محمد يوسف اللي يدور كبير جداً أنا مش عايزة أنسى حد بس من الناس كلها من تاني ممكن هي الناس دي مهانس عادل القيعي لان هو ده المهندس فعلاً بتاعنا بتاع الصفقات طبعاً مهندس كل الصفقات محبود الخطيب بعد المكالمة التلفونية اللي تمت انا توجهنا لصد محمد يوسف على طول ومهندس عادل القيعي كان موجود ولصد محمد يوسف كان موجود برضو السيد محمد عبد وهاب حاجم محمد عبد وهاب والصد محمد يوسف عشان برضو مكنساش حد والمهانس عادلية فروحنا عدنا ما فيش عشر دقايق الحمد لله يعني الموضوع تم آآ والله العظيم عاش رب دقيقة والزغط ومضيط على وياده مشيت. وانا حتى عارف عايزي. الناس قاعدة مستنية وبتشوف. اه ما فيش خالص مستنين الناحية التانية وعملين ومشيين الف وجايبين حد ومشيين. وشغالين في استاد الترسانة وانا مش موجود خلص. فالحمد لله الموضوع انت على خير والف الحمد وشكر لك يا رب. مبسوف. جدا الحمد لله. الحمد لله. الناس كتيرة في الوقت ده قالوا لي يا شريف لو فكرت مية مرة. لو فكرت يعني ان انت ارجع بيك الزمن. هتكرر تعمل ايه? طولهم لو رجعت مليون مرة. هاخد نفس القرار. هتختار النادي الان. اه طبعا.